مبسوط يعني بالحلقة دي من مزامنا مع معرض الكتاب فنخلاها كلها ثقافة في ثقافة وارجو ان ولادنا زي ما يوم 17 ستمبر اللي فات كانوا وقفين قدام المتاح في طوابير اتمنى ان يعني ياخدوا يوم او يومين يشوفوا فيهم بعض الاماكن يصوروا كتير ويشيروا كتير عايز بكل واحد سفير لبلده ما يكونش شيء والزواج اللي فات بس يعني اشير لدكتور زاهي في منطقة سقارة كان فيه كشف رائع جدا طبعا وطلعنا بميسي وطلعنا بميسي ميسي اه انت مثال ميسي لا وفتك يعني فتك كمان انت عارف اللقب فمجموعة تماثيل احنا بنكلم على 4700 سنة فهي قيمة قيمة الكشف ان كان سقارة ما طلعتش تماثيل من زمان فان احنا نطلع تماثيل وطلع مقابر ونطلع موميا لأحد الافراد لان كان الملوك في الوقت تحنيت كان لسه في بدايته فان احنا نطلع موميا لأحد الافراد وعليها طبقة من الذهب وتبوت 25 طن من الحجر الجيري اعتقد ايه فرصة يعني اعتقد ايه الموميا دي يا دكتور فرصة اه فرصة يعني رائعة جدا جدا دي لا دي دي اللي هنخش على الافراد في الحضارة دي حاجة مهمة اه دي ايه بقى بس انا يعني كنت اتمنى والله ازا عمر بعتبارك اعلامي وخبراء اعلام يجتمعهم او يشفلنا وسيلة للتسويق لهذه الكشفات يعني اذا كان دول العالم بتفتخر ان هي بتطلع عبار من البترول والغاز ودي في يوم اللي هم هينضب لكن عندنا في هذا البلد احنا في الاسبوع اللي فات كان كشف الدكتور زاهي فيه كشف مدينة سكنية في شرق اللقصر ومجموعة من المقابر في درعب والنجا في غرب اللقصر يمكن في اسبوع او في عشر ايام ياريت فيه خبراء اعلامي يقولنا ازاي نستغل هذه الكشفات انا باعتبرها مش موجودة غير في هذا البلد او هذا الوطن في ازاي نروج لدرجة نفين ستولى كما انتوا كل يوم بتطلعوا فلا مش عايزيني شي افقد زهوته او يفقد طبعا الغرب مهتم جدا وخبر زي كده كلنا ستمعه لكن انا عايز استغله داخليا وخارجيا سياح يعني عايز العب اي خبر وحضرك عارف اي خبر ان ما يجيبش انقام بيافق كتير يعني احنا من ازوعين قال يوم ماسك لما قال كان نفسي نشتغل على مضوطة كتير قوي يعني على الجنون حتى لو في حاجة اسمه استصمار الجنون حتى اذا كان هذا الشيء مجنون لازم استصمره يعني فيه بلد كل شيء بتحوله لده فلوس فانا اتمنى ان هذه الكشوف يعني خبراء العام يقول لنا مش مجرد ببيان مجرد بلقاء ازاي روج له في الداخل الخارج انشان الفرصة اكتر من رائعة